الجديد تقرر المواجهة بيننا وبينكم خط ساخن يأني عنده أي سؤال أو استفسار يتفضل يسألني وجه لوجه مثل ما أنا علا عم بحكي معكم وأنا حاضر في الخاص آب اللهاب نعم من هار الخميس نرجع لشهر آب ما فينا نقول بوردنا وقوارير الغاز قنابل موقوتة ما في سينة يزمين مئة عم سينة قوارير الغاز مقتل طفل سوري شنقا في عكار لفروف يحضر من إنزال بري في سوريا اشتركوا في القناة صباح الخير رياح أتيات من الشرق تركت ندوبها على لبنان المتأثر بتقص عربي حار سياسيا وملتهب مناخيا لا خبر من صوب العرب يسر القلب وأنباؤهم يزفها جون كاري في جلسة الطاعة التي أراد من خلالها مخاطبة الكونغرس الأمريكي عبر كونفرنس خليجي والتأكيد للأمريكيين أن السانيترز العرب أبدوا موافقتهم على الاتفاق الإيراني الدولي لان أهل الخليج على إيران في جلسة استئناس مع كاري وأعلنوا أنهم يريدون حسن الجوار وغابة الأراء التي كانت طرف الدولة الفارسية شرا يهدد المنطقة لكن وزير الخارجية الأمريكية دغدغ مشاعرهم بكلام عن مصير بشار الأسد وبأن حكمه غير شرعي على أن هذه المواقف مر عليها الزمن وفات أوانها بعدما أصبحت المملكة والمملوك على خط استواء سياسي وإلا فأن رئيس جهاز الأمن القومي السوري ليعقد اجتماعا على هذا المستوى من بنات أفكاره ولا من وحي شقاقي من شقاق راوده ذات قرار وساطة المملوك كانت روسية لكنها وجدت قبولا أمريكيا وإماءة رأس سعودية أما الوسيط الذي قدم مساعيه للقاء الدكتور سمير جعجع مع المسؤولين السعوديين الكبار فلم يكشف عن هويته بعد لكن الرسم التشبيهي له يقول إنه أمريكي أو من أصول سبق لجعجع وتعامل معها وتقيم مع المملكة علاقات تطبيع غير رسمية وسيط قوي ونافذ حتى أنه يدفع الملك سلمان راعي السنة العرب إلى استقبال سمير جعجع المحكوم بقرار من المجلس العدلي بتهمة قتل رشيد كرامي رئيس حكومة لبنان من الطائفة السنية والاستقبال جرى في أجواء العيد الذي تنهمك فيه المملكة والأبرز أن الرئيس سعد الحريري كان في هذا الحدث آخر من يعلم وللعلم والخبر وفي أجواء من التنكيل السياسي والإعلامي الافتراضي على قناة الجديد فأن المحطة التي سماها بعضهم مأجورة ورمقها البعض الآخر بنظرات الشذر واستغرب آخرون تحولها قررت مكاشفة جمهورها وهي ما اعتمدت يوما سوى أسلوب الشفافية في كل القضايا مع الناس ومتعبهم فساد دولتهم وجروحهم سجلت لنا الجرأة في قول الحقيقة ولو كلفتنا السجن والغرامات وأحيانا القتل فكيف بتساؤلات تتعلق بنا بمؤسسة أراد البعض أن يثير من حولها الشبهات بفضاء أدخموه دولارات افتراضية وزايدوا على سماه هذا الرد ما كان ليصدر لولا أن أصبحت الشائعات على مستوى التجني ونحن اعتدنا تحمل بعضها لكنه بعد اليوم لكل سؤال جواب وقد خصصنا خطا ساخنا لأسئلتكم التي ترسلونها في مهلة أسبوع على أن يجيب عنها رئيس مجلس الإدارة تحسين خياط أمام هذه الحسابات جاءت إطلالة السيد نصر الله أمس غير مسبوقة لناحية الإنجرافي إلى التوتر تحسين الخياط يصير بحسب الدفع القطرية أو الهبة السعودية أكثر من مئة الساعة عدوان وسيد المقاومة ما زال سيدها يطل في اليوم الخامس في شريط متلفز ليتحدث عن الآن وغدا أما الجديد مأجورة وثوابتها لم تعود مقاومة العدو الإسرائيلي لم نردخ ولن نستكين لم نتراجع ولن نخاف منكم ولن أقول لن نكفى عن القيام بواجباتنا ولو كان الثمان أن أكون خلف القطبان الرئيس نبيه بر يمنع تحسين الخياط من قبض 75 مليون دولار من وزير في نظام القذافي ولأن رئيس السلطة التشريعية يتحكم بكل المفاصل السياسية والمالية وتمر الصفقات والسمسرات من المقربين بلا حسيب ولا رقيب والجديد تبيع قضية الإمام موسى الصدر مقابل حقائب سوداء والأهم أن عليه إجراء حصر إرث لحصة عمولات خالد بن عبد العزيز التويجري الذي خرج من الديوان الملكي ولم تسقط مع المغادرة عمولته المالية لكونه جهد وتعب في عملية السمسرة مساهمون السعوديون يستثمرون في قناة الجديد شرط صرف جميع الموظفين الشيعة فعلها شباب إسقاط النظام الطائفي هذا بعض ما قيل عن قناة الجديد من يمتلك المزيد من المعلومات الغير مؤكدة رجاء إفادنا بها على الواتساب على الرقم التالي ثلاثة أشهر ونحن نتلقى عن أنفسنا معلومات وتكهنات وافتراءات وشتائم لا عتب على عالم اسمه افتراضي فيه من كل شيء من جوش وهمية إلى أسماء خيالية لذبيات هوائية وفيه أيضا أناس حقيقيون محترمون يقرؤون يتساءلون يشاركون وقد يصدقون أو لا يصدقون بناء عليه قررنا أن لا نرد على الجيوش الوهمية والأسماء الخيالية بل سيجيب رئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين الخيالات عن أسئلة أشخاص حقيقيين يرسلون لنا أسئلتهم واستفساراتهم بالصوت والصورة يمكنكم أن ترسلوا سؤالكم بالفيديو بالصوت والصورة على رقم الواتساب التالي موجة الحر تنحصر تدريجيا في لبنان أما في العراق وإيران والسعودية فالأجواء الساخنة مستمرة جحيم على الأرض أقل ما يقال في موجة الحر التي تضرب الشرق الأوسط والتي عاناها اللبنانيون في اليومين الماضيين موجة بدأت بالإحسار تدريجيا في لبنان لكن آبا لهاب ما زال في أوله منخفض جو حراري موجود بجنوب العراق مركزه وبعضه موجود بجنوب العراق تأثيره كان علينا قوي بتنهار الأحد بخف تأثيره علينا بتداء من اليوم يعني التنين وهالشي كمان بيقدي بعض الأمطار متفرق بالناطق الداخلية وبنحسر تأثيره عننا نهار الخميس بس الشي ما بيعني أنه هالمنخفض الحراري راح من محله تداء من نهار الخميس نرجع لشهر أب ما فينا نقول بأوردنا نرجع لشهر أب اللي هو 31 على الساحل يمكن 30 بالجبل 35 بالربعة عم بتقول أنه ما في شي بقول أنه يمكن أسبوع الجي كمان نرجع نشهد هذه الشهر صحيح طالما المنخفض الجوي الحراري موجود ممكن يتغوى نغيره لأنه هالشي بيصير بالصفية في المنطقة هذه إذا ما في شي يمنع أن يوصل لعنا بيرجع بيرجع لعنا بين الحرارة الفعلية والحرارة المحسوسة تخطت في لبنان الحرارة 25 درجة مئوية وفي العراق أعلنت السلطات عطلة رسمية تستمر أربعة أيام لتخطي الحرارة 50 درجة مئوية وفي إيران الحرارة المحسوسة فاقت السبعين وصدق من قال المنطقة تغلي الحرارة المحسوسة هي الحرارة بالإنجليش اسمها هي بتدخل مع عناصر تاني غير الحرارة الفعلية يعني إذا درجت الحرارة 50 مثل ما يقال بإيران درجت الحرارة 50 وحطينا عليها رطوبة 70% وعملنا كالكوليت يعطينا درجة الحرارة 75 درجة مئوية وفنين عم تصل إلى 34 هلأ بيروت هي 31 درجة هلأ حاليا 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 أو الصبح حاليا هي وصلت اليوم إلى 33 33 33 مع درجة مع رطوبة 78% فرضنا ورياح ما في رياح ما في رياح أوكي كانت فرضنا أربع عاد كالكوليت يعطينا درجة حرارة 39 فاصلة 5 هايدي المحصوصة يعني بالفاي 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 بالشمس بكضيفي عشر درجات فمنا يعني توصل تريباً 47-48 درجة بين الحرارة الفعلية والحرارة المحصوصة فنشرة الأحوال الجوية في لبنان لابد أن تراعي العوامل التالية لتحديد درجة الحرارة الفعلية وهي ارتفاع درجات انقطاع الكهرباء منخفض من ضغط السير طوال أيام الصيف رياح نفيات موسمية وانخفاض مستوى المياه إلى حد الجفاف وبناء عليه فالشعب اللبناني مدعو إلى التأقلم مع عاصفة الحر التي سماها البعض لهلوبة على جري عادة تسمية العواصف الباردة ولهلوبة على ما يبدو ستكون أبرز سائح من الجزيرة العربية يطأ أرض الأرز ننسي السبع قناة الجديد واللهلوبة تقضي على الألاف من طيور الدجاج في الجنوب وتحذير من تفاقم الأزمة ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق الحدودية في الجنوب أديا إلى نفوق ألاف طيور الدجاج في منطقة طيح حصبيها ومرجعيون حيث المكيفات والأجهزة الخاصة بالتبريد والمياه الرشاشة لم تؤدي عملها من جراء موجة الحر في إحدى المزارع قرب بلدة الخيام في قضاء مرجعيون تبدو المشكلة إلى تفاقم مع توقع النفوق ما تبقى من طيور الحر لا يمكن أن يتحمل لأنه تجاج صار عمره 40 يوم على أساس أول تنبيره نبدأ نبيعه تجار على محلات بعيدة ما بيأخدوه لأنه بيموت من على الطريفة تطرينا نعالج نحنا قد ما فينا نهدي الوضع أن نمشي الحال ما مشي الحال مبارح كانت الضرب القاضي من مبارح العصر واليوم كفى الموضوع مثل ما نكشي هذه المزارع عبد 10,000 طير من مبارح بعد الظهر لهلأ ضل يمكن مننا شيء 300 طير أو 400 طير محطوطين على جنب هونيك وضلوا لحق أن الشوق يعني رح يموتوا مثل مثل رفاء الخسائر كبير إذا بنا نحكي بالخسائر هذه 10,000 فروج يعني معدل بين 40,000 و50,000 دلار ويخشى عباس يتأزم الوضع مع انتشار الروائح وما قد ينتج عنها من أمراض خصوصا أنه لا يمكن رميها عشوائيا الدولة جمدت أزمة النفايات ولم تحلها فبماذا يعد محافظ بيروت إذا ما طال الحل السياسي للكارثة البيئية أزيلت النفايات من شوارع العاصمة ونقلت إلى أماكن في العاصمة نفسها الأزمة جمدت ولم تحل والحل ليس سوى تكديسا للنفايات في أماكن محددة حتى الآن ليس هناك حلول لمشكلة النفايات هناك تدابير اتخذت على مستوى بيروت الإدارية تدابير وليس حلول في ظل عدم وجود حل للمسألة عدم تبلغنا حل لموضوع المطامر أو غيره خارج بيروت كان من الضروري اتخاذ التدبير اللي اتخذ والذي أشدد أنه ليس حلا والذي يقوم على رفع النفايات من الشارع ونقل إلى معمل الشركة التي تتولى جمع النفايات ولفها ضمن بلات تغليفة بعد رش الأدوية المناسبة عليها تغليفة وتخزينها بمواقع محددة تمهيدا لترحيلها إلى المواقع خارج بيروت التي يتم اختيارها أو اعتمادها كمطامر أو في حال تعذر هالشي وإذا تبين أنه حل أو خيار الترحيل إلى خارج لبنان التصدير لكن المهم بالموضوع أنه ليس في بيروت مكبات نفايات ولن يكون هناك مكبات أو مطامر بيروت لا تتسع لهذا الأمر أماكن تخزين النفايات كما يفضل أن يسميها المحافظ شبيب بدلا من تسمية مكبات مؤقتة ليست كلها معلنة وقدرتها الاستعابية محدودة يعني المعلن منها هي اثنين لحد المرفأ والكارانتينة ما في أماكن عم تنكب في النفايات ليس هناك مكبات في بيروت توضيب وتخزين توضيب وتخزين النفايات الموضبة إلى حين ترحيلها سيتم في الموقع المذكور مطرح ما كل الناس يشوفوه وبمطارح تانية سيتم اختيارها وفقا للضرر الأقل سيتم اختيارها أو الأعلان عنها سيتم الأعلان عنها طبعا تم اختيارها وهي تحت النظر حاليا إذا اقتضت الحاجة سيتم استعمالها ما هي هذه الأماكن؟ مش مهم وين المهم أنه مش بالشارع قد تستوعب وقت هيدا الأماكن المؤقتة لتخزين النفايات؟ مش كثير وإذا طال الحل السياسي لملف النفايات فبماذا؟ يعيد المحافظ بس أنا بوعد الناس أنه مش رح خلي النفايات تتراكم بالشارع مراتيني الحل الوحيد والمتاح حتى الآن هو تخزين أو تكديس النفايات في مواقع غير معلنة من العاصمة لكن هذه الأماكن ليس بعيدة عن الأحياء السكنية حل يلمع مشهد المدينة ولا ينهي الأزمة يمنى فواز قناة الجديد العثور على طفل سوري مشنوق في عكار اللواء عباس إبراهيم يؤكد أن السلطات اللبنانية لا تزال بانتظار جبهة نصرى تنفيذ الاتفاق وأخبار أخرى في هذه البانوراما نقل الطفل السوري محمد عبدالقادر رمضان 12 عاما جثة نهامدة إلى مستشفى عكار رحال بعد أن تم العثور عليه مشنوقا بواسطة حبل داخل إحدى المدارس الخاصة في بلدة تلحميرة في منطقة سهل عكار حيث يعمل الوالد نطورا للبناء منذ سنوات وتبين في التحقيقات الأولية أن الحادث فردي إذ تم العثور على بصمات الضحية وشقيقه الذين اعتدائي الهواب المراجيح داخل المدرسة ولا تزال التحقيقات جارية بانتظار تقرير الطبيب الشرعي رأى النائب مشال الموران الرئيس نبيه بري وحده القادر على تحريك الملف الرئاسي الذي أدى إلى شلل سياسي واقتصادي وفي بعض الأحيان إلى شلل أمني وناقش خلال زيارته عين التيني ما هي الحلول الممكنة لإخراج البلد من أزماته لسيما أزمة الشغور الرئاسي تدعى عدد من أهالي منطقة الدكويني إلى اعتصام قرب مكب النفايات المستحدث في منطقتهم عقب أزمة النفايات مبدين اعتراضهم على خطة البلدية مشيرين إلى أن النفايات لا تزال تملأ الشوارع في حين أن أكثر من أربعين شاحنة أفرغت حمولتها في المكب أتيا من خارج المنطقة حصل معنا كوليرا حصل معنا طعون كل الأمراض نطلب منه أنه هذول اكتفينا وأخذنا حصتنا منه بيكفينا نهارة تانا ما شفنا إلا الكاميونات بلاش ترجلوا تجيب الزبالي وتكبأ وحطوا فوق الزبالي كاميون طراب عرفت كيف علي وهلي كان كببهم بالأول ولا عول حذر وزير الصحة وائل أبو فعور من الوصول إلى الخط الأحمر في أزمة النفايات مؤكدا أن المطامرة الموقتة غير قادرة على الاستيعاب أكثر وقال في مؤتمر صحفي فيروس الكوليرا خوف قائم في لبنان والنفايات ليست سببا لانتقاله مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتخذ الإجراءات اللازمة خصوصا في المطار المكب اللي إلى جانب المطار متصور مبارح وصل لحد الأقصى والمطار المطمر أو المكب اللي تم استحداثه بالكارنتينا أيضا وصل لحد الأقصى هناك تفاقم بمشكلة الطيران المدني والملاحة الجوية بسبب الغازات المنبعثة التي تؤثر على محركات الطيران والتي تؤدي إلى توفد كمية كبيرة من الطيور التي قد تدخل محركات الطائرات وتشكل خطر على سلامة الطيران جدد رئيس حزب الكتاب النائب سامي جميل أمله باحترام القانون والدستور في موضوع التعيينات وتطرق إلى قضية النفايات معتبرا أن الحل الأساسي هو ترحيل هذه النفايات وهو الحل الموقت والوحيد في انتظار فضل العروض ونتوقف من أن نشكك بإيادة الجيش وبطريقة عمل الجيش التي برهنت عن نجاحها خلال الفترة التي سبقت من وقت اعتقال عناصر الجيش تمكن الجيش أن يسيطر بشكل كامل على جبهته ويمنع أي اختراق للخط الدفاع الذي وضعه وبهذا السية نتمنى أن موضوع التعيينات لا يكون له أي تأثير سلبي على معنويات الجيش وعلى إيادة الجيش أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة تمام اسلام أنه لم تعد هناك مفاوضات مع خطفي العسكريين ونحن ننتظر جبهة النصرة لتعلن أنها تريد تنفيذ الاتفاق والحكومة جاهزة لذلك من جهات أخرى استقبل اللواء إبراهيم في مكتبه الملحق العسكري التركي في لبنان العقيد كاميل جانلر في زيارة وداعية بسبب انتهاء مهماته في لبنان يرافقه الملحق العسكري التركي الجديد العقيد الركن أيادين إركان وكان عرض لسبل التنسيق والتعاون بين الأمن العام والدولة التركية ثم قدم اللواء إبراهيم درعا تذكارية إلى الملحق العسكري المغادر تقديرا لجهوده كما قدم الملحق العسكري الجديد درعا تذكارية إلى اللواء إبراهيم أهلا بكم من جديد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل الشاب محمود عاطف غزال أربعون عاما من بلدة برج رحال بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارته في أبيجان أثناء توقفه عند إشارة المرور في منطقة بوبوغون وسكارا بعد مراقبته وملاحقته وأردوه قتيلا وسرقوا مبلغا كبيرا من المال كان ينقله بسيارته قوارير الغاز في منازلكم ومحالكم التجارية هل هي آمنة؟ وهل تخضع للصيانة الدورية؟ تحقيق دارين دعبوس كم من مرة سمعنا بخبر انفجار قرورة غاز في منزل أو متجر أو بحريق نتيجة القوارير المهترئة التي أكلت دهر عليها وشرب ومن منا لا يحكم أغلاق قرورة الغاز بعد الانتهاء من استخدامها خشية وقوع تسر بغاز ماذا أنت تخاف من أن أنت الغاز ببيتي؟ أكيد أنا أسكرها لأنه عند أولاد وخاف أن يصر لهم شيء وبالعادة أسمع أنه ينفجروا إذا ما كانت مصبوطة لأنينة ما كانت فيها كالتاتها بيتها بالحديد وبكل شيء أكيد هيا أسلس تختارها كيف تختارها؟ تضيفها أنا أتطلع فيها إذا كانت تضيفها ما بخدعها يعني في مننا بدأ تثبيت وبدأ يمكن تنشال تنسحها من السوق قديمة ومش عم تتجدد أو شيء من النوع بشكل خطر أكيد يعني إذا بدوا يجددوهم يكون فيه مرائب عليهم ويكون تصنيعهم بمواصفات جيدة وناس تشرف عليهم ستة ملايين قرورة غاز تقريبا تنتشر على الأراضي اللبنانية السواد الأعظم منها غير خاضعا للصيانة ولا لإعادة التأهيل ومن الممكن أن تتحول إلى أكثر من ستة ملايين قنبلة منخوطة في أي لحظة قداش فيه استوانات غاز بعدها بالتداول خطرة وقديمة كتير وفيه أنه اللي عم يعملوا عم يجوا يحفوها الأنينة بوراء الزيز برجع بدهنة ميع وبوصلها للمواطن بس هيدا فعل المواطن ما على درى أنه استوانات الغاز فيها كاميكرز بقلبها هيدا بتاكل الحديد مع الوقت فهذه خطورة أنينة الغاز فالتاني واب بدأ تخضع ما فيه سيانة وإذا مئة مع مئة سيانة قبل الغاز وبتسمع من المواطنين أو فيه تنفيس من السكر طب الأنينة طب كيف تنفيس ما يا عم يا هادة السيانة مفروضة للأنينة الغاز طبعا يعني خمس سنين لازم الأنينة يتغيرها في ألبا ولازم تتنظف ألبا وبعد عشرة سنين لازم أكتر تنعمل لازم تترجع على الفرن الحراري 860 درجة وتنضغط على 30 بار ويتغير الفالف وإذا إيدوا إجروا ما بيسوا يتغيروا هي قوارير قديمة دخلت لبنان في زمن الحرب وعدد آخر منها دخل لبنان بطريقة غير شرعية لا يزال اللبنانيون يستخدمونها في منازلهم أما دهنها وتحسين شكلها الخارجي لا يعني البتة أنها أصبحت آمنة وصالحة للاستخدام في مواصفات للتصنيع قوارير الغاز لازم تطبق هي مواصفات لبنر العالمية من حيث تصنيع قوارير الغاز من سماكة الحديد النوع الحديد الطريقة التصنيعة لازم تفوت على فرن تلدين 860 درجة حرارية تتخمر تندغط المواطن بس يشوف أنين علىها استيكر معهد البحوص وهيك يشتريها وصية مجلس النواب منذ نحو عام بتغيير قوارير الغاز وصيانتها ما زالت تنتظر التنفيذ على الرغم من سعي الوزراء نازاريان والمشنوق والحاج حسن لتطبيقها ولازم يتنفذ يبلش يتنفذ تلف قوارير الأديمة تحت رعاية معهد البحوص وتحت مواصفات فيه مواصفات للتصنيع قوارير الغاز لازم تطبق وفي انتظار سيانة أكثر من 6 ملايين قرورة غاز وإعادة تأهيلها وإطلاف بعضها يعيش المواطن على دعاء سر وعين الله ترعاك واللي إله عمر ما بتأطلق قرورة غاز دارين دعبوس قناة الجديد أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه فجر الأحد انقطع خط النقل بين محطتي دير بوح وكسارة بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة ما أدى إلى انفصال معظم مجموعات الانتاج عن الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية وبشر العمل لإعادة ربط هذه المجموعات تدريجيا بالشبكة وفيما يتعلق بعمل السيانة طارئ الجارية على المجموعة الأولى في معمل الزهراني تبين أنها تتطلب مزيدا من الوقت حيث من المرجح الانتهاء منها وإعادة المجموعة إلى الخدمة في اليومين المقبلين ما يسمح بخفض التقنين الإضافي الناجم عن أعمال السيانة هذه واستقرار التغذية بالتيار الكهربائي لسيامة في بيروت الإدارية في إقليم الخروب قطعوا طريق شحيم مرج علي رفض لتحويل المنطقة إلى مكبات عشوائية قطع عدد من شبان إقليم الخروب طريق عام مرج علي شحيم هذا الصباح احتجاجا على رمي القرى المجاورة النفايات بشكل عشوائي على جانب الطريق استخدم الشبان النفايات والمستوعبات في قطع الطريق مطالبين المسؤولين وبلدية شحيم برفعها ضيع كل المحيطة هون كأشالة المستوعبات من شوارعها صاروا كل أهالي ضيع بالكاميونات وبالفانات وعم يجوا بيفضوا زبالي هون صار مكبز زبالي هون نحن هيدا الشي مش مقبول هون الزبالي بتدلة هيك والطريق مقطوعة أو إذا في بلدية بتجي بتشيلها إذا ما فيه يستقيلوا لنعرف كيف بنا نتصرف نحن نحن فيه عندنا بيستقيل البلدية ونحن منشتيل هيا حلين وحذر الأهالي من استمرار الوضع الحالي ملوحين بخطوات تصعيدية لما تسببه المكبات العشوائية من تلوث في المنطقة اعتصام فلسطيني في طرابلس استنكارا لقتل العدو وعائلة الدوابشة في الضفات الغربية تنديدا بالجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشهيد الرضيع علي الدوابشة الذي قضى حرقا اعتصمت الفصائل الفلسطينية أمام مقر الصديب الأحمر الدولي في طرابلس ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات إدانة لسياسة الإجرام الصهيوني أما آن لنا أن نغضب بعد كل هذه الجرائم أما آن لنا أن نسجل موقف مسترينية لإنهار القسام والتوحد خلف برحامش النضاري لم وجهة الاحتلال وأكد المعتصمون أن الجريمة لن تمر من دون عقاب ودعوا إلى تعبئة شعبية واسعة تكون بحجم الرد على العدوان صوت الفنان الإيطالي أليساندرو سافينا يصدح في مهرجان عياد بيروت تقرير شادي خليفة موسيقى موسيقى لقد كانت هنا لا أتذكر كثيرا ليس كثيرا ولكن كثيرا أولا أعتقد أنه منا سافنا أعرف أنه كذلك كذلك كثيرا فإنما كانت بالجهزة موت حتى عبد وغير مما ثم من العرب من طرنطاني، سيسلية، سيكون والطب الأمر، وطبعك بشعورتك، وطبعك بشعورتك، وفاديك بشعورتك، ايه مطموعة من المطابعة من اليدالي، وما في اللقاء، معي حتى الآن، لقد قمت من كمهورة في البداية عندما كانت في السماء في بيبو الأمر، حتى الآن. وأنا أتمنى أن هناك لديه ممارسة عن المؤمنة للمؤمنين. موسيقى موسيقى خطر تنظيم داعش يطال أوروبا والولايات المتحدة انقلاب السحر على الساحر بعدما أصبح تنظيم داعش خطرا وجوديا في العالم العربي يبدو أن العالم الغربي قد بدأ سلسلة من الخطوات الاحترازية في محاولة منه لمنع وصول التهديد والخطر الداعشي إلى أوروبا بعدما شارك عدد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة في دعم هذا التنظيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انقلاب السحر على الساحر ههو القضاء البلجيكي يتخذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بمحاكمات 32 متهما بالمشاركة في نشاطات جماعات إرهابية وتسهيل وتجنيد تسفير الشباب للقتال في سوريا تراوحت أحكام السجن بحقهم بين عشرة أشهر وثلاثين عاما من بلجيكا ننتقل إلى إيطاليا حيث حذر رئيس بلدية روما أنياسيو مارينو من المخاطر الملموسة لوقوع أعمال إرهابية في العاصمة الإيطالية في خلال اليوبيل الذي قرره البابا فرانسيس وقال مارينو في مقابلة مع صحيفة إيطالية أنه اليوبيل الأول الذي يجري منذ أحداث الحادي عشر من أيلول وفي حقبة تنظيم داعش مضيفا أن كل المؤشرات المتوافرة لدينا من أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومن رؤساء بلديات أمريكيين تحدثت إليهم في الفترة الأخيرة تفيد بوجود مخاطر ملموسة بوقوع أعمال إرهابية في إيطاليا وفي روما وفي الولايات المتحدة أقدمت السلطات على اعتقال شاب عمره 23 عاما في نيوجيرزي الاثنين بتهمة التآمر لتقديم الدعم المادي لتنظيم داعش بعدما ساعد شقيقه في السفر إلى الشرق الأوسط وقالت وزارة العدل أن علاء سعادي اشترى لشقيقه تذكرة سفر وأوصله إلى مطار جون كندي واعتقل شقيقه في الأردن للاشتباه في دعمه داعش وأضاف البيان أنه في محادثات مسجلة مع أحد المخبرين كشف سعادي دعمه لداعش بما في ذلك قيام التنظيم بقطع الرؤوس وعمليات القتل الجماعي لتطبيق أجندته العنيفة وقد تصل تهمته إلى 40 عاما في السجن وبالعودة إلى العالم العربي فقد أعلنت السلطات الإماراتية أن النيابة العامة أحالت إلى القضاء 41 شخصا بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي من أجل الانقضاد على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة وقال النائب العام للدولة لوكالة الأنباء الإماراتية أن هؤلاء من جنسيات عدة ومن بينهم إماراتيون مشيرا إلى أنهم أنشأوا وأسسوا أداروا جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكرة التكفيري الإرهابي المتطرف بغية تنفيذ أعمال إرهابية داخل أراضيه قال وزير الخارجية روسي سرغي لافروف إن أي أنزال بري خارجي وإن ضربات عسكرية أمريكية في سوريا تستهدف جيشها ستعقد جهود محاربة الإرهاب هناك وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في قطر إن تسوية الحرب في سوريا بحاجة إلى حوار بين كل الأطراف وأشار لافروف إلى أن داعش هو الخطر الرئيس في سوريا والعراق وهذا ما يجعل موسكو تساند حكومتي البلدين وكشف أنه ناقش مع نظريه القطري والأمريكي في اجتماع الدوحة سبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى السوريا ستيفان ديمستورا معتبراً أن هذه الجهود يمكن أن تحل الأزمة في البلاد وزير الخارجية الأمريكي جون كاري يؤكد من الدوحة استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري لدول الخليج في مواجهة تنظيم داعش أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كاري اتزام بلاده أمن المنطقة ولفت إلى أن الاتفاق النووي مع إيران سيعزز أمن دول الخليج موقف كاري جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري خالد لطي وذلك بعد اجتماعه بوزراء خارجية دول الخليج وأكد كاري أن المبادرة الخارجية هي أساس كل حل سياسي في اليمن لافتاً إلى أن أمريكا ستقدم الدعم للقضاء على تنظيم داعش بحث الوزراء في الدفاع الصاروخي ونقل السلاح وهناك مزيد من التعاون الأمريكي مع دول الخليج يشمل تبادل معلومات استخبارية وتدريب القوات الخاصة أما العطي الذي تحدث نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار قطر الدولة المضيفة للمحادثات فأكد أن وقاية المنطقة من أخطار وتهديدات الأسلحة النووية يجري من خلال السماح باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية نتطلع بأمل إلى أن يؤدي الاتفاق النووي إلى حفظ الأمن في المنطقة ونؤكد أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفضل المنازعات بالوسائل السلمية وكان اجتماع كاري بوزراء دول الخليج قد تطرق إلى كيفية تسريع الاتفاق على عمليات بيع السلاح والانخراط في تدريبات عسكرية وتكامل منظومات الدفاع الصاروخي فضلاً عن الاتفاق النووي الإيراني وهو أساس جولة كاري في منطقة الخليج الذي يسعى لتبديد مخاوف قادتها من الاتفاقية قتل وجرح في سقوط طائرة حربية في ريف إدلب في سوريا قتل أكثر من 20 شخصاً وأصيب العشرات من جراء سقوط طائرة حربية للجيش السوري من نوع ميج فوق سوق شعبي في مدينة أريحة بريف إدلب وتضاربت الأنباء حول سبب سقوطها ففيما أكدت مصادر أن قوات المعارضة استهدفت الطائرة بالمضادات الأرضية في أثناء تنفيذها غارة فوق أريحة أكدت مصادر النظام أن الطائرة سقطت جراء عطل فني أصاب محريكها بموازاة ذلك تتواصل المعارك بين قوات النظام وجيش الفتح على أطراف جسر الشغور في ريف إدلب وسهل الغاب بريف حما بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ما أسفر عن مقتل العشرات من الطرفين تعتزم الحكومة المصرية نشر ألاف عناصر الشرطة لتوفير الأمن في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الذي سيقام الخميس من المقرر أن يحضر الاحتفال عدد من رؤساء الدول الأجنبية والعربية ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل تشديدات أمنية غير مسبوقة في تاريخ مصر حيث تحلق طائرات الأباتشي طوال 24 ساعة فوق المشروع الباقع في محافظة سيناء حيث ينشط متشددون يشكلون تحديا أميا للحكومة يذكر أنه قبل عام بدأت مصر شقة فرعا لقناة السويس في محافظة الإسماعيلية طوله نحو 35 كم ضمن ما تقول أنها مسروعات تنموية كبيرة ستطلقها وسمته قناة السويس الجديدة وهو يعد توسعة للقناة زوجة بيل جيتس تشارك سيدات ملاوي في عملهن الشقة نشرت ميليندا جيتس صاحبة مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام خلال زيارتها دولة ملاوي مع السيدات اللواتي يحملن المياه لنقلها إلى منازلهن وأعربت جيتس وهي زوجة الملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس عن سعادتها وهي تشارك السيدات في عملهن الشق وقالت حملت 20 لترا من المياه في حين أن السيدة التي تسير بجواري حملت 40 لترا من المياه وأجرت جيتس التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية الدولية جولة في المركز الصحي في ليلونجوي وقالت كان رائعا قيامي بجولة في المركز الصحي وأرى مبادرة الأمومة الآمنة لقد قرأت عن ذلك ولكن لا شيء يقارن بما شاهدته وتأثرت به في خلال الجولة إلى عنوين الصحف اليوم والبداية مع النهار لبنان تحت لها بئاب وحماوة القطعات خلاف بري وعون أي جلسة غدا كاري وعد بالإسراع في بيع الخليج أسلحة لفروف داعش الخطر الأكبر على المنطقة المالك سلم المحكمة الجنائية الدولية تقريرا عن حرق الرضيع الفلسطيني واشنطن تهدد باستهداف الجيش السوري إذا تعرض لمقاتلين تدربهم الولايات المتحدة في السفير تفاهم أمريكي إيراني واسع يعدل التوازن الإقليمي طهران تسهل الحل في سوريا واليمن ساحة اختبار أولى يوم التطمنات السياسية في الدوحة إيران وإرهاب وسلاح وأمان صاروخي الأمريكيون للبنان لا استثمار نفطيا بلا استقرار عوني وافقوا على التمديد للضباط إدلب الجيش يسيطر على التلال الحاكمة في الأخبار لقاء الدوحة روسيا وأمريكا تركزان على الإرهاب وعين الخليج على إيران تقنين ونفايات وأمراض ولا رواتب إجازات خدم الحرمي في صحيفة الأنوار تحذير رسمي النفايات تتسبب بكارثة صحية وتهدد سلامة الطيران لقاء خليجي مع كري يعلن تصدي لمحاولة زعزعة الاستقرار واجتماع سعودي أمريكي روسي يبحث أوضاع المنطقة ننتقل إلى عروين الديار جنبلات لا حل خارج عين دارة وبطل جوز وعون لا يطبق فدرالية النفايات اللبنانيون يعانون أصعب الظروف على صعيد الكهرباء والمياه والأمن والنفايات والحرائق لقاء كاري لافروف جوبير داعش عدو ولا حل عسكريا في سوريا طمأنط أمريكية للخليج تسريع بيع الأسلحة والدفاع الصاروخي ننتقل إلى المستقبل النفايات بين الترحيل والتعطيل وأزي يؤكد للمستقبل أن حل الأزمة يتقدم على الألية أحوال جوية وبئية وكهربائية كارثية أردوغان يتوقع تخلي بوتين عن الأسد ولفروف يدعو إلى تعاون روسي أمريكي سعودي خطوات أمريكية خليجية لمواجهة زعزعة أمن المنطقة في البناء لافروف يطالب كاري والجوبير بحصم الموقف من الأسد ودعم المسلحين النصرى تقرر تصفية أحرار الشام والزبداني تلحق بالحسكة محررة قريبا الحكومة تلفظ أنفاسها والعونيون إلى الشارع والنفايات بضاعة لبنان للتصدير العند عصية على مرتزقة هادي بفضل الجيش اليمني واللجان في صحيفة اللواء تحذيرات أمنية للعونيين من العبث بالشارع نواب بيروت يدعمون تصدير نفايات العاصمة واعتمادات الرواتب لا تكفي الموظفين اجتماع الدوحة حل سياسي في سوريا وتسريع الأسلحة الأمريكية للخليج لفروف لكاري ضربات جوية على النظام تعقد الأزمة مصدر سعودي الملك سلمان لم يختصر إجازته في فرنسا الرياض تدعو لحماية الشعب الفلسطيني ننتقل إلى عنوين البلد بر يتوحد مع سلام والنفايات في مهب العشوائية عدوى اللهيب كاري يطمئن الخليجيين في دارهم داعش يتقهقر في الحسكة وفي صحيفة الجمهورية تحذيرات من الدخول في المجهول موجة الحر إلى الخميس واشنطن سنحمي المعارضة التي دربناها وفي الحياة كاري يعلن تسريع شحنات الأسلحة إلى المنطقة وإرساء شراكة استراتيجية معها ولفروف يرفض الغارات الأمريكية في سوريا دول الخليج تعتبر الاتفاق النووي أنسب الخيارات المقاومة تسيطر على قاعدة العند وتمشطها من الحوثيين تراجع كبير لأسعار النفط وفي الشرق الأوسط فرار المتمردين والخبراء الإيرانيين من القاعدة الجوية السهم الذهبي تحرر العند والحوثيون يعدمون أسرى جنوبيين مصادر تركية للشرق الأوسط المنطقة الآمنة شمال سوريا قريبا وممنوعة على الأكراد والنصرة اجتماعات الدوحة تركز على الحد من التهديد الإيراني وحل ملف سوريا واشنطن تطمئن دول الخليج بخطوات عملية عسكرية الأمير محمد بن نايف يترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي والآن تذكير بعنابين النشرة الجديد تقرر المواجهة بيننا وبينكم خط ساخن يعني عنده أي سؤال أو استفسار يتفضل يسألني وجه لوجه مثل ما أنا علا عم بحكي معك أنا حاضر كان في الخاص آب اللهاب ناعم نهر الخميس نرجع لشهر آب ما فينا نقول بوردنا وقوارير الغاز قنابل موقوتة ما فيه سينة يزمين مئة عمية سينة قوارير الغاز مقتل طفل سوري شمقا في عكار يا يوم كتبتان يا يوم يا يوم يا يوم لفروف يحضر من إنزال بري في سوريا ختم النشرة إلى الملتقى عند العشرة ونصف إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة